موسيقى موجز الأخبار من قرات يمن شباب أهلا بكم تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة من السعادة مواقع مهمة في عملية عسكرية أطلقتها اليوم الجمعة جنوب مأرم وكاننا مراسلنا إن معارك عنيفة خضتها قوات الجيش والمقاومة فجر اليوم واستهدفت مواقع تجمعات للميليشي الحوثية الإرهابية جنوب مأرم أسفرت عن تقدم ميداني والسعادة مواقع مهمة وسط استمرار للمعارك كما شهدت مناطق عروك اللجمة شرق معسكر أمريش والأعير في شرق العمود بمديرية الجوبة وسائلة ملعى شرق مديرية حريب مواجهات مماثلة تلقت فيها الميليشي غسائر في الأرواح والعتاد أعلن التحالف العربي تدمير ست طائرات مسيارة أطلقتها ميليشي الحوثي الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية اليوم الجمعة وإفقى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية فإن الدفاعات السعودية دمرت ست مسيارات مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية وأكد البيان أن سمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي شدد الرئيس عبد الرب منصور هادي على تعريه ممارسات قوى التمرد والانقلاب الحوثية التي قال إنها استباحت البلد ودمرت البنية التحتية وسافكت الدماء وشردت العزل الأبرياء في تحدي سافر لمرجعيات التوافق اليمنية جاء ذلك يأخذ لقائه سفيري اليمن لدى الولايات المتحدة وإسبانيا محمد عبدالله الحضرمي وأوسع عبدالله العود أقب أدائهم اليمين الدستورية وأكد الرئيس هادي في توجيهاته للسفيرين بوضع المجتمع الدولي بصورة مثلاء مم المراحل التي قطعها الشعب اليمني في إطار توافقه وحواره على بناء الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة المبنية على العدالة والمساوات والحكم الرشيد طالب محتجون في محافظة تعز بقرة محافظة نبيل شمسان من منصبه ومن وصفوهم بالمسؤولين الفاسدين وذلك في الاحتجاج الدوري الذي يقام كل يوم جمعتين أمام المقر المؤقت للسلطات في المحافظة كما جدد المحتجون في وقفة عقب صلاة الجمعة مطالبهم المنادية باستكمال المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوت الارهابية في المحافظة وتمكنها من الحصول على حصصها من الوقود والخدمات والاعتمادات الحكومية أفادت مصادر محلية بالتوصل السلطات في مديرية الوادي والصحراء في حظر موت الاتفاق مع كينات قبلية موالية للميليشيا لميليشيا الانتقال المدعوم إماراتيا لاتفاق شملت أبرز بنوده السماحة بمرور ناقلات الوقود التابعة لشركة كالفالي وقالت المصادر أن الاتفاق الذي تم في مقر قوات التحالف العربي بمدينة سيئون شمل الإفراج عن جميع شاحنات النفط المحتجزة لدى ما يسمى بلجنة مخرجات لقاء حظر موت العام حر ومشاركة مندوبين من اللجنة للإشراف على توزيع الوقود نهاية الموجز إلى اللقاء